موسيقى السلام عليكم تادا ولا ناشطون على مواقع تواصل الاجتماعي منذ قليل صور موسفة جدا لمدينة القالة أين أصبحت شوارعها كلو أخرى بعد وصول السنة اللهب إلى هناك إن ظهر المواطنون وهم متحصرون على هذه الحالة التي وصلت إليها مدينتهم وحسب مصادر محلية فقد توفي عشرة المواطنين وأصيب المئات منهم بعد الحرائق المهولة والتي تشهد أعدة ولاية شرقية وقال المتحدث في تصريح للتلفازيون العمومي أن 24 ضحية لقوا حدفهم على مستوى ولاية الطرف وضحيتين على مستوى ولاية الصطيف ومن بين الحوادث الماسوية والتي تسببت في الحرائق وفث من يتشخص بحفل على مستوى طريق الوطن رقم 84 والرابط بين القالة وعنب رحمهم الله وألهم ذوهم الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون